السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مثل جميعكم بكل خير اليوم معنا بندقية امتلكتها والله من مدة طويلة ورميت فيها ونزلت رمايات لكن سبحان الله لذي ونكمال لله وجل من لا يسهو ونسيتني ما نزلت لها تقرير ولكن الحمد لله على كل حال بندقيتنا اللي معنا الآن اللي هي النوريكا فياتوس خمسة ونص الأسبانية نقول بسم الله ونبدأ قبل نتطرق المواصفات البندقية حاب أقول الفيديو هذا ما هو دعاية ولا إعلان للبندقية مجرد عرض معلومات ممكن تفي باحتياجات شخص وممكن شخص آخر ما تفي باحتياجاته أو ما تناسبه هي مجرد إيصال معلومة ولكل شخص الحرية في الاقتناء والامتلاك البندق طبعا أنا أمتلكها لي مدة واللي حببني في البندق السعر وكذلك سعر السبطانات هي تعتبر من أرخص السبطانات الموجودة اللي أنا اطلعت عليها الأمانة طبعا ما راح أذكر السعر السعر ممكن يتغير للأعلى أو للأقل هذا حسب الوكيل اللي بيعه طبعا بالسعودية وكيلها صاب تستطيعون زيارة الموقع والاطلاع على الأسعار ممكن يكون فيها تغير البندق طبعا متعددة العيارات وهذا الجميل فيها وهذا اللي خلاني أمتلكها المواصفات طبعا البندق اسبانية نوريكا فرياتوس خمسة ونص الوزن اثنين فاصلة تسعة والخزان ثلاثمائة واربعين سيسي والمخزن عشر طلقات اللي هو الخمسة طبعا متعددة العيارات طول السبطان خمسة واربعين صانتي التشوك في آخر جزء اللي هو واحد صانتي فقط من شركة لوثر وولثر جسر باكتيني واحد وعشرين البندق بسيطة هنا الزنات وهذا التأمين وهذا مدخل التعبئة بل فالتعبئة وهنا الساعة من شركة ويكا وهذا عندنا هنا هذا التشوك الخاص بالبندقية ونستطيع ان نركب عليها كاتم اضافي كذلك من السنة هذه بانزالتها الغطاء خزان البندقية مثل ما قلنا لكم ثلاثمائة واربعين سي سي مع ساعة ويكا زي ما تشوفون يقبل تعبئة الى ضغط ميتين وخمسين بار عندنا هنا الجسر باكتيني واحد وعشرين زي ما تشوفون قابل للتغيير طبعا وهنا وهنا عندنا الزنات وهذا التأمين زي ما تشوفون مع حامي حديد جاي كذلك مع البندق ميزان مدمج ونستطيع الغاءة بازالة المسمارين هؤلاء الميول البندقية زي ما تشوفون وهنا طبعا الخدة وتستطيع كذلك إزالتها وتحريرها من المسمار هذا وهنا الأخمس مثل ما تشوفون ثابت رابل قابل كذلك للتغيير من المسمارين نزالتهم من الخلف هنا عندنا قطعة لإضافة سبتة وبالخلف كذلك قطعها أخرى زي ما تشوفون وهنا عندنا الذراع زي ما تشوفون بالجزء الخلفي بالخلف هنا عندنا مكان وزن الهامر أو مسمار السرعة نستطيع كذلك إخراج السبرينج إضافة وزن أو تغيير السبرينج للحصول على طاقة أعلى عندنا هنا مسمار واحد فقط لتحرير السبطانة وتغيير الهيار نفك المسمار هذا وبعدين نجي نفك الشراوت ونسحب السبطانة ونركب السبطانة الثانية مثل ما تشوفون هذه السبطانات الثانية نركبها ويكون الطرف هذا هو لي للأعلى ليعجل اللي يكون فيه سنترة السبطانة وتغيير البولت أمر سهل جدا هذه السنان الخلقية فقط رابط إخراج للأسابق يفك عادي مثل الطريقة التقليدية ويربط كذلك بالطريقة التقليدية البندق بسيطة ما فيها أي تعقيدات أتمنى أني وصلت جزء من المعلومة اللي يفتقدها البعض والاختيار راجع للشخص واحتياجه والله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى طبعا في القناة رمايات للبندق قبل مدة يرجى لابطلع عليها ترجمة نانسي قنقر